لو عندك جهاز قديم واصفاته ضعيفة جدا ولما بتيجي تحمل عليه الويندوز بيكون بطيء بشكل ممل وكمان بيكون الاداء عليه في كل البرامج ضعيف جدا يعني يعتبر بالنسبة لك الجهاز ده اصبح ليس له اي استخدام شركة جوجل اعلنت عن نظام تشغيل جديد اسمه كرومبوك النظام ده بيصلح للاجهزة البطيئة جدا وبيخليها لك اجهزة سريعة وتقدر تستخدمها يعني من الاخر بتحيي جهازك القديم بدل ما يكون جهاز بطيء وممل ممكن تنزل عليه نظام التشغيل ده وبالتالي هيكون بعد كده جهاز سريع وتقدر تستخدمه في حاجات كتير جدا النهاردة هنتعرف على كيفية تنزيل هذا النظام على الاجهزة القديمة من خلال الفلاشة تابعوا معايا الفيديو ده للنهاية انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم من جديد النهاردة هنعلمكم طريقة تثبيت نظام الكرون بوك على الاجهزة القديمة وطبعا قبل ما نبدأ في الشرح ياريت تدعمونا بعمل لايك للفيديو وانت تشاركو مع كل الناس عشان كل الناس تستفيد زيك وكمان اشتراكك في القناة هيساعدنا جدا لو انت لسه اول مرة تزور القناة ولسه ما اشتركتش معنا يلا بنا نبدأ الشرح على طول اول حاجة هتروح على الجوجل وهتكتب هنا السوق الالكتروني وبعد كده هتختار اول رابط اللي هو سوق كروم الالكتروني هتكتب في شريط البحث هنا اداة استداد كروم بوك طبعا هتظهر لك على طول في البحث واختار الاداة الاولى اللي موجودة هنا ومكتوب قدامها مقدم من جوجل دوت كوم يعني دي الاداة الرسمية مش اي اداة اخرى طبعا انا هسيب لكم الرابط بتاع الاداة بشكل مباشر في صندوق الوصف لو عايز تروح على المكان ده على طول اضغط على الرابط هيوديك هنا على طول بدون بحث وبدون اي شيء بعدين هروح على كلمة اضافة الى الكروم وهعمل تثبيت الاضافة الاداة هتنزل في المكان ده اضغط هنا وروح للاداة وحط الدبوس اللي موجود جنبيها ده هتظهر لك فوق بعدين اضغط على الاداة نفسها وابدأ بقى عملية تنزيل الكروم بوك على الفلاشة العملية بسيطة جدا وما بتاخدش وقت منك اهم شيء ان الفلاشة تكون بساعة 8 جيجا بايت او اكبر يلا نقول البت هنا طبعا هنختار الطراز من القائمة وهنجي عند الشركة المصنعة وهنزل تحت وادور على نظام التشغيل الجديد اللي تم اضافته من شركة جوجل وهو جوجل كروم او اس فليكس وفي القائمة التانية برضو هتختار كروم او اس فليكس وهتقول متابعة وبعد كده هتبدأ تدخل الفلاشة بتاعتك في الجهاز وتيجي من القائمة دي وتختار الفلاشة وتقول متابعة طبعا بيقول لك هنا ملاحظة مهمة سيتم حسف كل البيانات والاقصام يعني هيفرمط لك الفلاشة قل له تمام انشاء القرص الان هننتظر طبعا لحد ما يتم التنزيل على الفلاشة طبعا التنزيل ده ممكن ياخد بعض الوقت هننتظر وبعد ما يخلص معانا التنزيل هنرجع مع بعض ويتم تحميل هذا النظام على جهاز قديم ونشوف كيفية العمل عليه وبكده الحمد لله انتهت مرحلة التنزيل على الفلاشة ممكن نعمل طبعا تم ونبدأ بقى ناخد الفلاشة ونستطبع على اي جهاز تاني تابعوني بعد الفاصل هنروح دلوقتي نستطبع على جهاز قديم ونشوف مدى فعاليتها دلوقتي احنا رحنا على جهاز قديم وهنحاول نجرب عليه الموضوع طبعا هنبدأ نشغل الجهاز ونحط الفلاشة فيه وخلي بالكم ان كل جهاز بيبقى له حاجة اسمها زر البوت في بعض الاجهزة بتبوت عن طريق ال F2 وفي حاجة اسمها F12 وفي حاجة اسمها الاسك طبعا الاسكيب او ال F2 على حسب موديل الجهاز انت شوف الجهاز بتاعك بيبدأ البوت بتاعه ازاي طبعا لو انا شغلت الجهاز دلوقتي هيديني معلومات ويقول لي البوت مثلا ان هو F12 خلونا نشغل كده ونشوف كتب لي هنا F12 فلازم اضغط على F12 عشان يفتح لي البوت بتاع الجهاز كده هيبدأ يحمل من على الفلاشة هيبدأ يدخل على النظام أختار طبعا اللغة في البداية وطبعا هنا متاح لي ان انا ممكن اختار اللغة العربية بعد ما اخترنا اللغة العربية هقول الخطوات الاولى عندي هنا اختيارين الاختيار الاول ان انا اسبت النظام بشكل مباشر والاختيار التاني ان انا اجربه الاول يفضل ان انت تجرب النظام الاول عشان لو عجبك تثبته ما عجبكش خلاص طبعا احنا مع بعض دلوقتي هنعمل اجراء تجربة اولا ونشوف هل هو كويس ولا لا ونقول التالي بعدين اختار اي شبكة انترنت عندي ودخل الباسورد بتاعها بعد كده هنقول اتصال بعد ما تم الاتصال هنضغط على التالي الان بيعمل جاري التحميل هقول له هنا القبول والموافقة هنا بيسأل من يستخدم هذا الجهاز انت ام طفلك طبعا انت ممكن تعمله لطفلك عشان تقدر تتحكم فيه ولو انت هتختار كلمة انت وتكمل التالي اعمل هنا انشاء حساب فاكتب مثلا الاسم بعدين اقول التالي بعد ما سجلنا تاريخ الميلاد هنقول التالي نعمل كلمة المرور نقول التالي بعد ما خلصنا عملية انشاء الحساب طبعا انت لو عندك جيميل اصلا موجود ممكن تدخله على طول وبعدين توافق على شروط الخدمة ودلوقتي احنا منتظرين تحميل السيستم الجديد وهنشوفه دلوقتي مع بعض طبعا هو بيقول لي هنا مزامنة ممكن نقول القبول والمتابعة بيقول لي هنا انتهت عملية العداد في الخطوات الاولى ومبروك عليك نظام التشغيل الجديد فتح معنا وتقدر تفتح اليوتيوب وتقدر تفتح كل البرامج اللي انت عايزها عليه وبرنامج خفيف جدا وسريع جدا وبكده الحمد لله قدرنا ننزل نظام التشغيل على الجهاز القديم وقدرنا نعمله احياء من جديد واصبح جهاز سريع وخفيف جدا طبعا نظام الكرون بوك مش هتلاقي فيه كل التطبيقات اللي موجودة على الويندوز ولكن هو بيساعدك على ان انت تستخدم جهاز اصلا قديم ما كنتش قادر تستخدمه لانه كان بطيء جدا فهو بيحيهوه لك وبيشتغل حاجات كتيرة جدا زي التصفح وزي الوتيوب وزي كمان الورد والاكسيل والباوربوينت الحاجات الاساسية اللي ممكن يحتاجه اي شخص وطبعا هتقدر تستخدمها على جهاز قديم جدا يارب يكون الفيديو نال اعجابكم انتظرونا في فيديوهات جاي كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته